شهدت المتنزهات والحضائق أجواء احتفالية ابتهاجا بعيد الأطحى المبارك ومن أهم مقاصد الحضائق الحضيقة الدولية بمدينة نصر والمقامة على مساحة 55 فدانا وتحتوي على نسبة كبيرة من الأشجار الفريدة والمعمرة عائلات وأصدقاء كبار وصغار يكتمعون سويا فرحا بأول أيام عيد الأطحى المبارك فمنهم من يؤدي صلاة العيد ويذهب للتجمعات العائلية ومنهم من يتحرك على الحضائق والمتنزهات التي تعد مقصدا رئيسيا للعائلات في الأعياد كل عام وانتم طيبين والأمة الإسلامية طيبة وبخير وصحة وسعادة والله احنا بنعيد هنا في الحديقة الدولية حاجة باسم الله ما شاء الله وكل سلام طيبين والأهل والأقرائب وانتم كمان كل سلام طيبين وحنا سعدان نحن شوفناكم كل سلام طيبين جميعنا والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير والسيادة الرئيس بخير وسلام إن شاء الله أنا جيت مع الأسرة وإحنا أول مرة نجينا للحديقة الدولية صراحة فمبسوطين جدا يعني وحديقة حلوة واسعة وبعدنا كنت بفاكر نهاية تبقى يعني زحمة عن كده في أول يوم العيد لقيتها لقى كويسة ويعني فيه مساحة نأخذ راحتنا في الحديقة ومن أهم مقاصد الحديقة هي الحديقة الدولية بمدينة نصر المقامة على مساحة خمسة وخمسين فدانا وتحتوي على نسبة كبيرة من الأشجار الفريدة والمعمرة والتي تسمح أيضا بالصحاب الألعاب والمأكلات والمشروبات وبتكلفة لا تتعدى عشرين جنيها للتذكرة كل سنة وحضرتكم طيبين والتلفزيون وكل الأسرة الإسلامية بخير وإحنا بنعيد على الجميع أول مرة نيجي الحديقة هنا بس بسطنا بها جدا يعني باخد جولة كده في الجنينة بفرج الناس على المناظر الطبيعية وكده بنعد على الجنحة اللي هو الجنح العربي الكويت الإمارات المغرب تمام فيه بقى فوق هنا الجنح الأوروبي كوريا وفرنسا ألمانيا تمام فيه مصر وأمريكا برضو في الجنينة هنا والله أنا باخد أولادي وأول مرة بصراحة نيجي الحديقة الدولية بس هي جميلة بصراحة يعني والله وإحنا دخلناهم حديقة الحيوان فيها حيوانات أليفة والولاد كانوا مبسطين برضو دخلتهم الملايه كانوا مبسطين يعني وسميت الحديقة الدولية نظرا لاحتوائها على أقصام للبلاد تعرض فيها أشجارها وبعضا من ثقافاتها المتنوعة ومن هذه البلاد كوريا والأرجنتين وعدد آخر من دول الاتحاد الأوروبي وتعد الحديقة فرصة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم أعباء الحياة في أيام العيد أجواء احتفالية وفرحة تراها وصل عائلات والأصدقاء في الحضائق والمتنزهات والتي تعتبر مقصدا رئيسيا في الأعياد بشكل عام وعيد الأطحى بشكل خاص وتعتبر فرصة للخروج من محابس التكنولوجيا والهواتف المحمولة لاستنشاق الهواء النقي والتعرف على الأشجار النادرة داخل الحضائق كاريم بيبرس التلفزيون المصري